ترجمة نانسي قنقر منتخب الرجال المركز الثالث على مستوى الفرق في البطولة والتي شهدت مشاركة 260 عداء وعداء يمثلون 32 دولة من مختلف دول العالم في إنجاز تاريخي جديد للرياضة العسكرية ولأم الألعاب البحرينية وبهذه المناسبة رفعت أحر التهاني وخالص التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من قبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن هذا الإنجاز يعدو ثمرة للرعاية الفائقة التي تحظى بها الرياضة من لدن حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بشكل عام ورياضة العسكرية بشكل خاص والاهتمام الذي تليه قوة دفاع البحرين للرياضة العسكرية بمختلف الألعاب وهو ما قاد إلى تحقيق هذا الإنجاز العالمي والذي يضاف إلى سلسلة النجاحات الرياضية لمملكة البحرين على مستوى ألعاب القوى والرياضة العسكرية بصورة عامة وأعرب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المميز والذي يعكس الروح العالية والعزيمة القوية التي يتمتع بها المنتخب مشيدا معالي بهذا الإنجاز الذي هو نتيجة للجهود المتواصلة والدعم المستمر من قبل القيادة الحكيمة لينجح منتخبنا العسكري للسيدات والرجال في تعزيز مكانة مملكة البحرين على الساحة الرياضية العالمية وأوضح صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن هذا الإنجاز يعكس التفانية والإصرار لدى العدائنا والعداءات ويظهر مدى التقدم الذي حققته الرياضة العسكرية معربا عن فقره برؤية عالم مملكة البحرين يرفرف عاليا في المحافل الرياضية العالمية مشيرا إلى هذا الفوز الذي يعد دافعا قويا لمواصلة العمل على تحزين أداء منتخباتنا الرياضية العسكرية وأكد بأن الدعم المتواصل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله وراءه هو العامل الأساسي وراء هذه النجاحات وعبر معاليه بأن هذه البطولة هي بداية لمزيد من الإنجازات المستقبلية معربا عن ثقته بقدرات الرياضيين العسكريين على تحقيق المزيد من الانتصارات ورفع اسم مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل الرياضية